اشتركوا في القناة اهمية الوقت لان الوقت فيه سيقرأ ويحضر الدروس ويحفظ ويذاكر ويكتب ينسخ طالب العلم يعرف ان الله لما اقسم بقوله والعصر والقسم والعصر المقسم به اقسم الله بشيء عظيم والفجر اقسم الله بوقت عظيم وليال عشر اقسم بوقت عظيم والليل اذا يغشى اقسم بوقت عظيم والنهار اذا تجلى اقسم بوقت عظيم والله لما يقسم بهذه والعصر والفجر والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ايش مدلولها ايش مدلول يعني القسم بالعمر والعصر والزمان والعصر والفجر والليل والنهار الله لما يقسم اذا ما اقسم عبثي له مدلول معناه هذا شيء عظيم جعله الله لنا لنستفيد منه وسوف نسأل عنه والعاقل لما يفكر يعني هي ترى الاخوان احيانا المسألة ممكن واحد يكون فيه غفلة لكن مثل الغشاوة اذا انكشفت او تبينت له اشياء يقول ما كنت انا لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابله طيب كيف يعني الشباب داخل في العمر ايوة لما كان الشباب وقت القوة والعنفوان الذي تستطيع به يا ايها الشاب وتتمكن ان تعمل ما لا يعمله غيرك من الصغار والكبار فانك ستسأل عنه مرتين مرة ضمن العمر ومرة وحده منفصلا لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه وشبابه فيما ابله ولذلك قال لنا ناصحا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ترى بعض الواحد اذا هرم خرم يعني بالكاد يشتغل بنفسه يحمل هذه اليد ويضع هذه الرجل يوالله يوالله وهذا دخول الخلاء وهذا وضع كذا والأدوية والضغط والسكة خلاص اذا اشتغل اذا اشتغل بنفسه ما ايش الوقت اللي يتبقى ورايح من مستشفى وراجع من مستشفى وموعد مع طبيب ولذلك قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك شوف هذه الغناء يعني امس كنت يعني اسمع لمشكلة اجتماعية ملخصها ان يعني امرأة تزوجها رجل بخيل وهي تستحي ان تطلب منه كل شيء يقول اريد كذا اريد حذاء اريد حقيبة اريد فستان اريد كذا اريد مكياج فأهلها قالوا لها لا تسأليه شيئا نحن نكفيك اذا احتجتي لا تطلب منه شيئا انا ابوك موجود نحن اهلك موجودين وصاروا يوفرون لها بعد مدة سنوات خلص افتقروا هو كذا الحياة سبحان الله يكون واحد مثلا موظف وراتب واضافي وانتدابات و اعمال اضافية و جانبية و بعدين يتقاعد و يضعف خلص يصير الدخل المحدود و احيان قد يكون عنده عمل حر و يخسر يخسر قابلت شخصا قبل مدة قال انا كان عندي من زمان وكالات في ليلة واحدة سحبت مني شبابك قبل هرمك واحد و صحتك قبل سقمك اثنين و غناك قبل فقرك ثلاثة و فراغك قبل شغلك انت الان يا طالب العلم يمكن ان تكون اعزبا او متزوج حديثا و عندك ولد او ولد ولدان لكن اذا شغلك بكثرة العيال و و و الشغل لكي توفر لهم قال و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك يعني في الاخير هذه الخلاصة طالب العلم يدرك جيدا اهمية الوقت والوقت انفس ما عنيت بحفظه و اراه اسهل ما عليك يضيع و قال شوقي دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق و ثواني اليوم يعني عزيت شخصا بقريبه و هذا الرجل أنا كنت اعرفه الذي توفي اعرفه رجل شاب مهندس و يعني كما يقولون المستقبل امامك المستقبل امامك و كلمة يقولونها فجأة حادث سيارة انقلبت السيارة و كان هو على الجنب الذي جاءت الضرب عليه فمات هو شخص اخر اللي كان من هذا الجانب و عاش الاخران توفي الرجل خراص فجأة انتهى المشهد انتهى خراص شاب شهاد و عمل و هيلمان انتهى لحظة واحدة خراص انتهى كل شيء كل شيء الان صار الى الاخرة طيب هذا الرجل يعني الحمد لله كان له حسن خاتمة قبل بليلة اخذ امه واعتمر بها قالت قال له اخواته انتظرنا قالت امه لا الان الان سأريد ذهب لعمرة الان خذني اخذ امه واعتمر و كان يتحدث عن صدقة قبل موته في الليل انه نريد نشتري كذا للفقراء وهذا ثاني يوم في السيارة حادث راح ينقطع المشهد فجأة الذي مضى قبل المفاجأة خرص كتب في صحف الملائكة والذي فات فات قال ابن القيم رحمه الله اذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له يعني بارك له وهيئ له واذا اراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته فكلما اراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت والاول كلما همت نفسه بالقعود اقامه الوقت وساعده هذا شيء من الله اعانه ولذلك لا حول لنا ولا قوة الا به خطط اعمل اشتغل في النهاية اذا ما اعانك ما في فائد اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده طيب الان نحن يعني في طالب العلم لما يقتدي بالعلمة يا ترى العلمة كيف كانت اوقاتهم يقول ابن عقير رحمه الله اني لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري حتى اذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة اعملت فكري في حال راحتي وانا منطرح فلا انهض الا وقد خطر لي ما اسطره كان بعضهم يقلل وقت الاكل ويختار سف الكعك على مضغ الخبز يقول بينهما وقت ليه يقول يعني تفاوت المضغ تفاوت المضغ اللي يبلع بلع غير اللي يمض احتاج لمضغ لهذه الدرجة الاشياء اللي تحتاج لمضغ كثير استثنيها وتوفر لمطالعة تصطير فائدة داود الطائر رحمه الله كان يختار سف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين آية ونحن الآن يقولون نستمتع بالإفطار نستمتع بالعشا نستمتع في ناس على البوفيه ساعة ساعة ونصف ياخد طبق رايح راجع بعدين رايح طبق ثاني بعدين راحة لجميع الفرق ثم طبق ثالث رابع بعدين مقبلات عشاء الوجبة كذا الحلويات القوم القوم سبكون وراحوا سبحان الله يقول موسى بن إسماعيل لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلم يعني إلا مشغولا إما يحدث وإما يقرأ وإما يسبح أو يصلي وقد قسم النهار على ذلك حتى حماد بن سلم مات وهو في الصلاة وهو يصلي لو قيل لحمد بن سلم إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا كان يحاسب يعني سليم بن أيوب يحاسب نفسه وعلى الأنفاس لا يدع وقتا يمر بغير فائدة إما ينسخ يدرس يدرس يقرأ وكذلك كان بعضهم يقرأ في الطريق الخطيب البغدادي كان يمشي وفي يدي جزء يطالع جد شيخ الإسلام كان يقرأ يقول لأهل اقرأ إذا دخل يتروش يقول اقرأ ورفع صوتك اقرأ ما في إلا اللسان شغال شغال اللسان شغال ويقول ابن القيم أعرف من أصابه مرض من صداع وحم كان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقه قرأ فيه فإذا غلب وضعه يقول حدثني شيخنا قال ابتدأني مرض يعني ابن تيمية يقول لتلميذه فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكرامك في العلم يزيد المرض يعني بعد الفحص الطبيب قال سبب مرضك كثرة القراءة كثرة المطالعة هي تولت لك المشكلة فقلت له لا أصبر عن ذلك لا أصبر عن ذلك كيف تعني تبغني أترك المطالعة أترك القراءة أترك البحث أنا أحاكمك يا أيها الطبيب إلى علمك أليست النفس إذا فرحت قوية طبيعتها واندفع فدفعت المرض قال له ابن تيمية يقول الدكتور أليس إذا فرحت النفس يعني الحالة النفسية قوية وانتعشت تقوى المناعة وهذا ترى ثابت عند أطباء الآن الآن ثابت عند أطباء الكفار قبل المسلمين أن الحالة النفسية إذا تحسنت يتحسن جهاز المناعة يقوى جهاز المناعة فيدفع المرض ابن تيمية يقول الطبيب الطبيب ما قال له شوف أنت مشكلتك في القراءة والبحث لازم تقف حتى تتعافى قال له أنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس عندكم يا أيها الأطباء إذا فرحت قوية الطبيعة اللي الآن اسمه جهاز المناعة عموما يعني النفس فدفعت المرض فقال الطبيب بلى قال فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به فأجد راحة فقال الطبيب هذا خارج عن علاجنا ما شيء ما ويعني واحد من المحدثين الكبار محمد بن الفضل جاءه عالم عظيم يحيى بن معين يريد أن يسمع منه حديثا حديث معين حديث لأسانة بن زيد على النبي عليه الصلاة والسلام فيحيى بن معين أول لما جاء لهذا المحدث قال حدثني حديث أسامة كذا كذا أول ما جلس فقلت حدثنا حماد بن سلام فقال لو كان من كتابك لو سمحت يعني لا تحدثني من حفظك إذا عندك كتاب أخرجه ويقرأ عليه من الكتاب الإنسان قد ينسى فقال فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي أمله علي الحديث أمله علي ثم تركني ورجع جاء الكتاب وحدثه منه لي سفيان قبض على ثوبي قال أمله علي مخافة أن يحدث أمر في هذه الدقيقة طبعا في علمائنا المعاصرين والحمد لله نماذج عجيبة في حفظ الأوقات الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى مكة للعمرة وذهب للمكتبة العامة في حي الزاهر لمراجعة بعض المسائل انتهى الوقت فقال القائم على المكتبة يا شيخ نريد أن نغلق قال أغلق علي وارجع غدا نفتح قال الشيخ عن نفسي ومن توفيق الله وفضلي علي أن وجهني منذ أول شباب إلى تعلم مهنة إصلاح الساعات لأنها حرة لا تتعارض مع الطلب العلم ومع القراءة والبحث والبحث والقراءة والكتابة لأنه أعطى كل وقته كل وقته فيقول هل هذه مهنة إصلاح الساعات يعني وقت ما أتفرغ أحتاج أشتغل وأخرج قوة عيالي الضروري على طريقة الكفاف وأصرف الباقي في العلم كذلك طالب العلم ما يسوف لأن ما تدري تقول والله سأحفظ وهذا نأجل إلى لما تدري ماذا يطرقك ماذا يدهمك يا جماعة في بلاد الآن ما عاد عندهم أمن أمن ما في وإذا واحد ما عنده أمن لا يمكن يقرأ ولا يحفظ ولا يكتب ولا ينسخ ولا يدرس ولا يدرس ما في حفظ ما في مساجد الآن تهدم الآن ما في مساجد ماذا يحدث في العراق والشام فرسطين سوريا ماذا يحدث ولذلك الواحد ممكن في اليمن في فتن فتن ولذلك ما تدري ماذا يأتي ننتهز الوقت الآن يقول بالجوز رأيت خلقا كثيرا يعني يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة ولازم نزورك ونزورك وتزورنا وتزورك ويسمون ذلك خدمة ويطالبون بالجلوس ويجرون في أحاديث الناس عينيتهم إذا جلسوا إلي والله ذاكروني تفسير آية ومعنى حديث وحكم فقه وقاعدة أصولية ما قال غيبة على كلام فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب استثماره في الخير بقيت معهم بين أمرين إن أنكرت عليهم وقعت وحشة وإن تقبلت الوضع ضاع الزمان فأعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم فجعلت قطع الأوراق وبرئ الأقلام وحزم الدفاتر قال هذه الشيء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر فأرصدتها لأوقات زياراتهم لألا يضيع شيء من وقتي فإذا جاءوا اشتغل وهو يكلمهم دخلوا على رجل من السلف قالوا لعلنا شغلنا قال أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم يعني عمر الخطاب والواحد قال طيب يعني يطلب العلم الوظيفة نقول ما لا بد منه ستفعله عمر الخطاب ما قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة نتناوى بالنزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك ليش التناوى البخاري عنوان عليه باب التناوى في العلم ليه حتى هذا يشتغل في المزرعة مثلا وهذا ينزل ويرجع يخبره بالذي حصل للعلم لأنه لا بد من لا بد من الأمرين لا بد عناية الدنيا مهمة والآخرة أهم نعمتان مغبون فيه ما كثير من الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف همامنا إلى طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وعسن عبادته وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرفها على طاعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر